بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة هنتكلم عن عملية Inject Default Route Inside IGB Routing Protocols Inject Default Route Inside IGB Routing Protocols عملية إدخال الـ Default Route في داخل بروتوكولات التوجيه الروتر اللي يقوم بعملية توجيه البيانات فهو يستعين بجدول التوجيه وجدول التوجيه الـ Routing Table بيحتوي على عنوين الشبكات التي يتم تعريف الروتر عليها والمسار المؤدي لكل شبكة ويتم بناء جدول التوجيه إما من خلال الـ Static Route أو من خلال الـ Dynamic Route أو مزيج من كلاهما ونقوم بتعريف كل شبكة والمسار المؤدي إليها عندي هنا كمثال على جدول التوجيه اللي بيكون موجود على الروتر مثلاً عندي شبكة 172-16-14-03-30 بيقول إنه متصلة بشكل مباشر من خلال منفذ الـ Ethernet وهكذا مع باقي عنوين الشبكات عملية بناء جدول التوجيه سواء بالـ Static أو الـ Dynamic أو مزيج من الطريقتين ممكن مع 10 شبكات أو 100 أو 1000 أو 2000 لكن مع شبكة الإنترنت فنحن نتكلم عن مئات الآلاف من الشبكات تصل لما يقارب النصف مليون شبكة فعملية مستحيلة من خلال الـ Static Route وممكنة من خلال بروتوكول التوجيه العملاق الـ BGP ولكن حتى عند تفعيل الـ BGP بكامل جدول توجيه الإنترنت رح يحتاج إلى روترات بمواصفات عالية وكذلك سوف تكون عملية مرهقة على الراوتر لذلك الحل البسيط والسهل هو إنشاء الـ IB Default Route وهو إعداد مسار افتراضي يؤدي إلى المنفذ المتصل مع الإنترنت بحيث عندما يسترم الراوتر بيانات ذاهبة إلى عنوان شبكة معين عندها سوف يبحث الراوتر عن هذه الشبكة المرسل إليها في داخل جدول التوجيه إذا لم يجد تطابق عندها يقوم بإرسال هذه البيانات إلى منفذ الراوتر الذي يشير إليه الـ Default Route لاحظوا معي هنا لما نقوم مثلاً على سويتشات سيسكو على مستوى الـ Configuration Mode نكتب الأمر IB Route أي عنوان شبكة بأي سبنت ماسك الـ Next Hop مثلاً عشرين صفر صفر ثنين غالباً طبعاً الـ Next Hop دائماً بيكون اللي هو عنوان مزود الخدمة الـ Internet Service Provider اللي من خلاله بنتصل بشبكة الـ Internet من غير هذا السطر من غير هذا الأمر طبعاً مثلاً لما أي بيانات ذهب إلى أي صفحة أو أي عنوان موجود في شبكة الـ Internet الراوتر راح يبحث عن هذا العنوان في داخل جدول التوجيه إذا ما طبعاً ما راح يجده فعنده إيش راح يسوي؟ راح يقوم بعمل Drop لهذه البيانات راح يقوم بحثفها لأنه ما يعرف عنوان الـ Destination أو الجهة اللي راح يرسلها إليها لكن لما نكتب هذا السطر وننشأ الـ Default Route ونحدد الـ Default Route الـ Default Route يعني المسالة الإفتراضي يعني أي عنوان شبكة غير موجود في جدول التوجيه عندها يقوم الراوتر بتوجيه هذه البيانات إلى الـ Default Route ونحدد الـ Next Hub اللي هو مثلاً عندي هنا في المثال 20.002 اللي راح يكون هو مزود الخدمة اللي بيربط مثلاً شبكة الشركة الخاصة فيها بشبكة الـ Internet ما سوف نتكلم عنه في هذا الفيديو هو تطبيق الـ Default Route على مستوى بروتوكولات التوجيه حيث هنا لن نقوم بتطبيق الـ Default Route على مستوى راوتر واحد احنا عندنا الأمر اللي طبقناه هنا بنطبقه على مستوى راوتر واحد وخلاص الشبكة كامل بتتصل بشبكة الـ Internet لكن لما يكون عندي مجموعة كبيرة من الراوترات زي الصورة اللي عندي هنا أمامي ومجموعة كبيرة من الشبكات وهذه مجموعة الراوترات تعمل ضمن بروتوكول توجيه واحد حيث لدينا راوتر منها فقط واحد هو المتصل بالإنترنت وباقي الراوترات متصلة وتستطيع الوصول إلى هذا الراوتر من خلال بروتوكول التوجيه مثل الرب الـ OSPF الـ EGRP عندها راح نحتاج إلى عملية Inject Default Route اللي هي عملية Inject يعني حقن أو إدخال إدخال الـ Default Route في داخل بروتوكول التوجيه بحيث هذا الأمر الـ IB Route مثلاً صف أي شبكة بأي سابنت ماسك الـ Next Hub كذا وكذا هذا الأمر بعدما نطبقه مثلاً خلينا نقول على راوتر واحد وراوتر واحد يعمل ببروتوكول الرب مثلاً فنحتاج أن يقوم بروتوكول أن نحن هذا الأمر ندخله في داخل بروتوكول التوجيه الرب من خلال الراوتر واحد بهيث يعلن الراوتر واحد لجميع الراوترات الأخرى الموجودة معاه في الشبكة أنه يا أيها الراوترات أنا متصل بشبكة الانترنت وبالتالي يا أيها الراوترات عندما تجيكم أي عنوان شبكة غير موجود عندكم في جدول التوجيه فقوموا بتوجيهه إلي أنا لأن أنا المتصل بشبكة الانترنت أنا اللي عندي الديفولت روت طريقة تطبيق هذه العملية راح تكون من خلال أمر بسيط جداً اللي هو الريتستريبيوت راح نقوم بكتابة الأمر يعني ندخل أول شيء على بروتوكول التوجيه سواء كان الرب أو أو سبيف أو إياها جيربي وفي المود الفرعي الخاص بهذا البروتوكول راح نكتب الأمر ريتستريبيوت استاتيك أي قم بعملية مزج للعناوين الاستاتيك الموجودة على الراوتر في داخل جدول التوجيه الخاص ببروتوكول التوجيه سواء كان ريب يعني مزج للإستاتيك اللي هو أيضاً الديفولت يعتبر استاتيك لأنه موضوع يدوي فمن خلال الريتستريبيوت استاتيك راح يتم أخذ هذا العنوان ونشره في داخل الروترات التي تعمل ببروتوكول التوجيه اللي بيعمل فيه الراوتر اللي عملنا فيه عملية الريتستريبيوت استاتيك وبذلك هذا الديفولت راوتر راح يتم الإعلان عنه في جميع الروترات التي تعمل في داخل الشبكة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته